اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم 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 عن مسؤولياتها أنا ذاك الإرهاب ما يصيرش وقتاش يصير الإرهاب وقت اللي المواطن والمواطنة يقطعوا الأمل يولي يقول لك أنا نمشي نهز كالشنيكوف للشعام بيطلعها مع عمره مره بطاقة بخمسين دينار وقت اللي كنت في البنك اللي أسسناه ممثل الدولة فيه قالونا راهوا منطقة الحدود التونسية الجزيرية ألف وكالكسورس كيلومتر طويلة الوضحة الاقتصادي قاعد يسعب شا عملنا؟ بالإضافة إلى كل السياسات اللي قلت عليها الأخرى عملنا صندوق خاص بالعائلات التونسية من جهة الحدود التونسية الجزيرية منها وصندوق آخر لأننا كنا بونك أوف شورس للعائلات الجزائرية وقلنا لهم فضلوا بهال أمكانيات هذه أنجوا فلاحياً صناعياً وتاجروا مع بعضكم عندكم الأسواق منطقة الحدود ولا منطقة تكوين ثروة العائلات ولو يخطوا بعضهم ولو فرحانين بعد عام جايونا وقالونا التجارة قاعدة ماشية والله يتوى فهمة بلاسة بش نعملوا صناعة عملنا لهم مصانع الحكومة التونسية كنت عندي شرف تمثيلها مصنع سيمان الأبيض في تاجرون مصنع فريجدارات اللي عملناها التونسي جزائري الجزائر تصنع الموتور لأنها اختصاصية ونحن نصرع الكاس الأرموار تاع الفريجدار وبدأوا الناس منفن فين والأسواق بدأت تمشي ما راعنا إلا نقول لك نتيجها اليوم نبدأها من الأخر ولا واحدنا المصانع هذه الكل موجود اليوم قتلوهم ولا تجارة بينية التونسي يش يعمل ينجم يعيش يدخل حاجات بصفة غير قانونية اللي كانت أول ما يدخل هو السلاح الحمد لله هذه ارتحنا منها ثاني ما يدخل هو المخدرات الحمد لله هذه قاعدة نرتاحه منها ثالث ما يدخل هما الأدوية اللي يفات وقتهم وهذا خطر كبير على وليداتنا نمشي يشوف السوق متاع قفصة اللي السوق المبني فارق والسوق في الشارع معبي بدون أي مراقبة فما قلوش مراقبة بجتمنعه لا افسح له المجال أعطيه كما أعطينا الامكانات هذه وعلاش هذا كل وعلاش هذا كل قف سفير الجزائر أنا ذاك جاني وقال لي يا أخويا رانا تعرف نحن الجزائرين رانا صعب ويحد يعملنا حاجة نعملوا نفس الشيء المصنع متاع الفرجيدارات فم عائلة معينة في تونس في العهد السابق مش تاسم نذكروها قاعدة تستورد في الفرجيدارات بصفة قانونية وهما خردأ حشاك من بلاد ما تصنعش مليح ويجيبوها للمناطق اللي انبيعوا فيها الحدودية انبيعوا فيها في جدالة المصنع الممتاز التونسي الجزائري ويبيعوا فيها بربع سوم قالوا إذا كمش تماده وهكا المصنع بشي يخسر واحنا بجي بدو فلوسنا جاك قد ما تكلمت 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 حتى حد ما سمعني وقتها بشي حطوك في الحبز بارك الله فيك مم مقالات خلقين العادة ربي يستطر ربي يستطر إبياء الجزائريين سكروا كل المصانع اللي ساهموا فيها معانا قالوا احنا فرنسا وقالي فرضت علينا الفيزا احنا فرضنا الفيزا على فرنسا ولو نعرف السياحة هكا تعاملونا هكا نعمل يا ولادي مشحن لا اليوم المناطق الحدودية وهذا فسرناه المدلانو البرايت قلنا لا إذا كانت حب بصيفة دائمة تكافح الإرهاب ومش بقتل الناس وبحبسهم لا لا هذا كايزم ويسير نحميه التوانسا ولكن يلزم تعطي الأمل زادة يلزم خلق الثروة على الحدود ويكون خلق ثروة مشتركة العائلات قلت لك الله ويأخذوا في بعضهم معاتش فمفارق اليوم هالفرح اللي تخلى عند العائلات التوانسا والجزائرية ماذا بينا نعودو نبنيوه يلزم الفرح للمناطق الحدودية نبنيوه هكا ولا حيت هاي ترمف لا لأن المناطق الحدودية والليات مناطق تقش عليها عندها حيت والليات عليها شيء محرومة لأنها تقش عليها شيء مفامة مجياللخر لا 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 بشيء لك عليها محرومة ونكمل على خطر هذوكو مزوي ولا هذوكو مزوي ولا ما همش قاعديني ماشيو فالفلوس باش يأخذوا مليارات وندوفيز باش يدخل تقش عليها بورترانس هذكا سي لو بتي زوالي اللي في إيشوزو تحرم علي وترد ومجرم لو بتي زوالي عدة مرات قلتها ونعود وقولها إذا كان الطريق السريع تونس قروان قفصة نصلحوه لأن الحمد لله معناها تونس قروان تعمل لما قروان قفصة رأو خطير للأخر اليوم والغادي من قفصة تهبت وتعدي الحدود الجزائرية وتمشي للوتوروت الكبيرة اللي بناتها تزاير اسمها لترانس ساريان تمشي من المحيط الأبيض المتوسط إلى خليج غينيا ما تشوق أفريقيا لكل الصحة لكل هذيك الطريق اللي كان نعملو لها المنعرج هذايا التونس اللي يصنعو مهما حاجة يصنعوها يحط الكاميوني يبعث غالي يمشي بيها سوق كاملة اللي هي منطقة ساعدة بتاع البلدان الأفريقية حول خليج غينيا سميت أنا كوديفوار كوديفوار رئيسهم الحالي الحسن وطرا اللي قدر ويحب تونس ياسر وقليستادعاني قال لي احنا عندنا رئيس منتخب كيف كنتوما عندنا برلمان منتخب كيف كنتوما عندنا ثمانية ونصف المية نسبة نمو اي بارشاريتي ميزولمان سكت فنعود نقول أن الميزان لول بشان قيسو مش النية بركة الجدوى نتعالى العمل نتعالى الجهاز التنفيذي هو تكوين الثروة تكوين الثروة في استعمال ميزان الدولة كما يلزم للدفع وتطبيق ما يصوت استعمال السياسة النقدية من طرف البنك المركزي لأن سياسة الميزانية وسياسة النقدية هما كما رجلين لجسم واحد واحدة ما تقدمش بلاش لاخرى يزبنا قطاعيا الحكومة تتحمل مسؤولية قطاعات كما عمل البرجيب أقبل احنا نجدوها توا ولكن مش قطاعات تقليدية الفلاحة اذا ما تعود تمشي النسيج اليوم في بالك احسن دينيم الي يصنعوا به احسن بلوجين في سان فرانسيسكو متاع ليفاي ستراوس مصنوع في تونس تونس باعت الشركة ولعل في أخير باعتها قادة تصدر اسمها دي ام سي كندية تصنع في تونس تمشي لكندا من كندا تبيع لامريكا احسن دينيم ونتفخر ونتوانسك قادة ينصنعوا في هدايا معات الشركة الدولية عنا مجال كبير في النسيج قدامنا نواصلوا فيه ثالثا ما ننساوش أن السياحة إذا ما تعاود ترجع حية ومنتجة للثروة الوطنية مش منتجة لبصر عزيز العام أما هوني لشدين الوطلة لولاني اليوم اخطرنا احنا مش عاد بورقيبة لولاني هو الشباب والشباب هو الانفورماتيك الالكترونيك انترنت سترا كي تمشي في إفريقيا جنوب الصحراء اليوم بتاليفونك البرتابل تمشي للعطار وتمشي للززار نجم تخلص هكا اليوم في تونس الامكانية دي معانا الشباب التونسي يعرف يقدلي سوفتوير اليوم يزينا من الخطابات السياسية وكل شيء الجهاز التنفيذي انتر على الدولة الحكومة تكون شركات اللي تجعل المواطنين والمواطنين تاعنا اللي عندهم الديبلومات وعندهم مش خدمة ان الخدمة انتاحهم يحطوها في وسط ذاك الدولة سندهم الى ان ينجم ويتيروا تير على روحك انت العسفور كبرت اليوم سويسرا عمل مشروع اسمه فانتشر لاب تشوف ان الحكومة والوزراء يمشيوا للشباب بش يعاونوهم قولش نية مشكلة كان نحب نعاونك بش المشروع انتاعك يقلع اليوم مانيش قاعد نشوف في الوزراء ماشيين للشباب يقولوا شنون المشروع انتاعك دونك هذي الحاجات الاربع حاجات اللي يلزم نبداو بالشباب داير نبداو بالدولة اي جهاز تنفيذي الحكومة اللي هي تقول تكون قاطرة تكون لوكوموتيف اذا كان ما تكونش لوكوموتيف بش بش تولي مالا كاني ساكتا بش تولي ثقل ام بوامور ام بوامور وهذا اللي قاعدتها الدولة اليوم الشعب يخدم بش يخلص عليها دا انا اقول ماذا بيه الدولة تكون الثروة بش تحسن الشعب ولهذا النظرة انتاع تمويل المناطق المحرومة وتمويل الزوالي اليوم الشرط بش ناعد ناو يكون تمويل صحيح هو تكوين الثروة اذا كان تكون الثروة الوطنية يمول هو قبل في نجاحه النجاح لتونس الكل بارك الله وفيك سيمونتا سيدات خيزة موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر